المشاركون في تقديم ألا خمسة وعشرين كانوا في منتهى التحاوط بالنسبة للصياغة المستخدمة في ألا خمسة وعشرين الوثيقة أو النص لم يدن إسرائيل بالاسم وكان ذلك تصرف معتدل من جانب مقدم مشروع القرار لو طلعنا على الأوضاع على الأرض بالقصف الإسرائيلي بالقنابل المتواصلة لعشرين يوم ضد الفلسطينيين العزل بسبعة ألاف من القتل رجال ونساء نصفهم من الأطفال قتلتهم إسرائيل في العشرين يوم الأخيرة سبعة عشر ألف مصابة واحد فاصل واحد مليون فلسطيني نازحة وفدحت الجرائم المرتكبة من جانب إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني من الفضاعة بمكان لدرجة أنه من المستغرب أنه عندما يتقدم صديقي من كندا بالتأكيد على تسمية منظمة حماس والإشار إليها بالإسم أنه لا يشعر بالحاجة على سبيل الإنصاف والتوازن وكندا معروفة بها أنه لا يشعر بالحاجة لتسمية إسرائيل لمقتل سبعة ألف فلسطيني وجرح سبعة عشر ألف حماس فقط ينبغي أن يشعر إليها هل هذا توازن؟ يقول أنه ينبغي أن نسمي ما ينبغي أن يسمى نحن نرى أن إسرائيل ينبغي أن يشعر إليها بالإسم لو توخينا العدالة والإنصاف والتوازن لا ينبغي أن نشير إلى جانب دون الآخر ولو عدنا إلى مسألة من بدأ نحن جميعا نعرف من بدأ إنها خمسين عام من الاحتلال الإسرائيلي والقتل للفلسطينيين بإفلات من العقاب هذا هو الذي بدأ الأمر والدفع بالناس إلى الظروة وهم قطعا سيأتون برد فعل وهذا ما قاله الأمين العام هذه المسألة لم تأتي من فراغ انظروا إلى رد فعل ما فعلته مقالته إسرائيل بإهانة الأمين العام أنهم لا يستطيعون أن يواجهوا الحقيقة ولا العدلة ولا يستطيعون أن يواجهوا واقع ما فده أن الجريمة أصلا هم الذين بدأوا بها الاحتلال الإسرائيلي هو الخطيئة الأصلية لما حدث في السابع من أكتوبر تشرين السبب الحقيقي هو احتلال فلسطين